ست راوية ست راوية إلا أنا سمعته من طهل أم ماشدة وليك واس وفرت على المشهور طيب أقل لك اللي حصل يعني ألا يعني أنت هتصدقى حتة محمد هلالي وهتسيب اتفاقي مع بوكي طيب والحج اللي صدق عليها شيخ الحارة رشاد قولي الحقيقة انت متفق مع المحمد ده ولا لأ متفق متفق ماشي زي قلت أنا بذات نفسي لو قلت لك أنه متفق ما تصدقنيش الصدق يا راوية هانم هو ورق الحكومة ختم الحكومة السودة كله ملكك إيه عايزة تفرط في ملكك لا مش عايزة يفرط فيه بس في نفس الوقت مش هاخد حاجة مش من حق يعني ما بلاش كلام الناس الأكابر ده بقى استراب يا بقى بلاش ما حيزة تفرط في السودة كله ملا مش عال إن ما كنتش ورسة قبا عن جد رشاد كفاية لفه ودوران أنا عايزة أعرف الحقيقة أو بس الحقيقة إن السودة كله بكل اللي فيه ملكك كله خليش حد إلى أحباط لك دماغك الناس دايما بتبص على اللي في إيد غيرها وبعيد الشر يعني ممكن يبقى حد قريب منك غيرها ما تحصل أم أنت توصل مين؟ هاو اللي أصوله أنت عرفها هاو اللي أصددك أنا بتكلم لمصلحتك لو مصلحتي بها أنا عرفها كوي سوي وقوعد فكر تاني تلمح على طاول دي لا بالخير ولا بالشر أنا مش زائد برشاوتها ليت جدتي فعلا لانطلع إنها تنزلت عن السوق ده أنا سيبا أنا مش عايزة أي حاجة من تمي يا غريل ما حط راسي على المخدة أنا جدي بي تمي مش عارفة الدنيا يا استراوية بالدنيا ما بتسيبش أحد باله مرتاح بس لما اجيبك يبقى عمران هتجيبلك مخدة ريش نعام تنهام عليها تكده كده بالك مش مرتاح ما اتفرطيش بقى فرش المعام بالإذن شكرا